انا بقول للرسالة دي مئة مرة انا مش مع حد شوفوا بقى انا واضحة انا مش مع حد ومش جاي مع حد وانتوا عارفين انا مين وبشتغل فيه يعني اي حاجة بقولها انا شفاف جدا وانت عارف انا ازاي عايز بس اوري حضراتكم حاجة علشان دي بقت كل يوم مبارح خدوا للريس موضوع انه الناس متكلش يوم راحوا قصين وحطين وقالوا للناس كلها هو بيقول ما تكلوش ماشي نهاردة الراجل والفيديو موجود بس عشان تعرف حاجتين الاستسهال والفجر في العداوة يعني انت تيجي تقول لي يا عمره فلان قال كذا وانتوا عادين في القوضة اقول لي قايل فيش اي دليل يعني انما الفيديو موجود الرئيس نهاردة قال ايه نهاردة الراجل محترم وزيئس كان بيقول ايه بيقول احنا عملنا عمرات للناس اللي كانت في العشويات وفرشناها فالرئيس رد قال له اه الناس اللي مستغربة بتقول احنا فرشناها ليه ايو احنا فرشناها فرشنا التلتمائة الف شقة ناس تاخد الشقة بفرشها فالرئيس بيتكلم انه الامن الاجتماعي هو مش جزء هو الامن القومي يعني لو الناس امن اجتماعيا انت امن قوميا انت امن على استقرار امن الناس وخليوهم في استقرار تاخد استقرار فرد قال الجملة او الحدوطة اللي كل الناس حطها له حتى السيان ان انه الرئيس بيقول انا ممكن اهد البلد بشريط رامدول ومية جنيه كله بقى استيسي بيقول يقدر يهد البلد بشريط رامدول استيسي بيقول هو ما بيقولش كده بيقول انه لو اي حد استغل بقس الناس وعناء الناس بان هو يعطيهم اموال ويعطيهم اغراءات البلد تغرأ ولذلك انت لازم تأمن الناس وتحسسهم انه فيه انتماء وفيه بلد وفيه كل شيء فرحوا سايبين اللي حد الاولادية دي ورحوا جايين عاملين ايه قال لك استيسي بيقول انا عندي بقى توليف اتهد البلد وكأنه ايه هو بيقول لك انا حد الناس ترامدول وينزلوا يولعوا في البلد طب ده كلام يقول لك شوف رئيس رئيس ده هم يقولش كده هو بيقول وعلى فكرة حاجة غريبة جدا ما حدش استجرى يرد ما حدش استجرى يقول ايه لا الرايس ما قالش كده قال كده على فكرة ما بدفعش عنه عنده عنده مليون محطة وعنده مليون اعلام يقول بس انا النهاردة لقيت انه يعني للدرجات طب يا عمي ده انا انت لو عايز انا في كلامه النهاردة اطلع لك مية حاجة تنتقدوا فيها ايه رأيك بقى اقول لك لا والله انا مش متفق معادي انها مجيش اروح اصص له حتة بقول ايه بصوا اهو بيقول اهو ترامدول وبتاع مش عافية طبعا لما بتيجي تعمل ده اليومين دول تفقد الكثير من جماهريتك يقول لك اه معامر اديب بقى بيطبل لا مش بيطبل انا بقول لك الحقيقة الفيديو هو وتعلي النهاردة وقدامنا هو اسمعوا وقل لي فيمت ايه لو بتفهم عربي يعني لو اي حد بيفهم عربي نشوف دول اللي ظروفها الاقتصادية صعبة منهج غير الافكار هو معلش يا كامل حتليني باخدك انت وعاصم رايح جاي كده لما كامل بيتكلم على ميناء اسكندرية هل تتصوروا ان درجة الاهمال لميناء اسكندرية ان الناس تخش تعمل جواه مدرسة وعمارة والاسكان والعشوائيات تصل لكل حتة للظاهر الخلف للميناء لميناء لو تشوفتوه في 1915 بس الناس ما خريتش بلا لان احنا ما عندناش ما كنتش عايز اخش عليكم وانتوا تتكلموا كان شاكلوا كده في 1915 ويبقى بساكلوا في 2014 بالشكل اللي انتوا شوفتوه كده وان احنا لما نيجي نخل الناس الفريق كامل يدفع 2000 شقة عشان نشيل الناس من جوه عشان نعمل ظاهير خلف للميناء الملحوظة اللي حقولها ليك وليدكتور عاصم انا ما عرفش حاجة اسمها 2030 حتى لونا مش موجود معاكم احنا منتكلم 2025 2025 دكتور مصطفى 2025 حاضر حاضر 2025 يا كامل مش ميناء اسكندرية يخلص 2030 لا طبعا احنا بمنامشيش كده اذا كنت بتتكلموا على تحدي ان يعني ان الدولة تبقى قدمت ما لديها لانجاح فكرة ان هي تبقى مركز سجارة عالمي اوعى تتصور ان الوقت يعني فيه كلام مش عادر اقوله كده على الهواء لازم ده يخلص 2025 نقول موانينا جهزة سكاكنا الحديد جهزة الطرق بتاعتنا جهزة بكل شيء انا بس هاخد نموذج باحد اللي قاله الدكتور عاصم في الاسكان وقال ان احنا عملنا 300 الف واحدة تقريبا ب85 مليار وقال ان احنا فرشنا الوحدة دي كلام ده احنا قلناه كتير قلناه كتير وكان الهدف منه ان احنا كدولة نعبر لأهلنا اللي ظروفهم صعبة على ان احنا مش هنسيبهم انا كنت بكلم السادة مجلس القضايا الاعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب2 مليار جنيه فهم استغربوا قوي قلت لهم قدي بكتة و20 جنيه وشريط رمضول لمية الف لمية الف لمية الف انسان ظروفه صعبة ظروفه اه دكتور مصطفى هنزله بميتي مليار جنيه انا مش هدله بقى 20 دنيا غليت هدله الف جنيه هدله كامل دكتور الف جنيه المية الف بكام بمية مليون جنيه هنزله كام اسبوع كامل عشر أسابيع بكام بمليار جنيه بكم طيب لو ندتهم مية جنيه بس هنزل مليون كل اسبوع لمدة عشر أسابيع بمليار جنيه هد بلد فيها مية مليون ولا مية وخمسة مليون بمليار جنيه يعني 30 مليون دولار في ناس بتصرفهم في حفلة ناس ايه يبقى لما جدفع الـ 85 مليار للأسرة دي اللي هي مش حسنة معيشها والناس مرمية في الصفيح وفي الشوارع وفي المقابر فحد يقولك والبلد اللي مش لاقيها تاكل تفرش لهم الشقة كمان طبعا اذا كنت يعني انا اسف التعبير اللي هقوله اذا كنا بنفهم كلنا يعني امن قومي مش حتستكتره اللي احنا بنعمله ده واكتر منه طب واحنا واحنا تعملين كده ومعناش نعمل كده ايوه عشان مبقاش كل الناس وفت على دول يتصرف في حفلة محدش كمل هو يقصد ايه هو بيقولك يا جماعة الناس دي اللي كانت عايشة في الصفيح لمصر فانا 85 مليار وامنهم انت بتأمن البلد هو ده امنك ما هو امن قومي هو الامن الاجتماعي هو الامن القومي راح راح متاخد